سعيكم جميعا عبدالله النهاردة ان شاء الله هناخد اول سكشن في الهتش سي اي بس اول سكشن هيكون سري دي موادين التانيين بدأوا تو دي انتم مفروض شغالين دلوقتي تو دي بس انا هبدأ معكم كده سري دي بحيس ان لو حد عاوز يعمل لها باف الاخر لانه طبعا بنشرع لدرجات كتيرة طيب انتم كلكم اكيد نزلته او او شفته اول فيديو اه اللي هو بيتسطب في اليونيتي واكيد كلكم سطبته فتعالك وده ناخد جولة كده مع بعض اه والله احنا عاوزين مسلا هنكريت طبعا مشروع اه انت متعاوز ان انت تكريته تو دي النهاردة هبدأ معكم ان احنا نكريته ايه نكريته اه سري دي تمام طيب اه انا دلوقتي هكاريت المشروع بتاعي هو هو هنا هيحدد لك اهي هو دلوقتي بيحمل اللي انت ممكن تستخدمها اصلا في المشروع بتطلع منها حاجين طيب هو طبعا ما بيحمل كده احنا نحاول نعمل النهاردة هحاول كده اعراحك البرنامج هنمشي فيه ازاي اه المتكونات انت ممكن تستخدمها في السري دي ونحاول نعمل يعني كبداية المشروع صغيرية طيب دي كده الوجهة بتاعتك اه دي كده اللي هي قوت بتاعتك دي اه طبعا بيكون عندك هنا اللي هو الهيريريك دي بيكون فيه هنا الابجيكت اللي انت بتستخدمها يعني انا حاليا ما عنديش اللي حاجتين بس انت عندك اللي هي الكاميرا دي تماما وعندك اه اللي هو او اللي هو ده ايه طيب لو انت عاوز تقرب كده تعملك طبعا الماوز عاوز تلفها ممكن تضغط وتلف كده الكلام ده بالالت ومين والماوز طيب دي عندك السينة اهو ده المشهد اه انت عندك برضو الكاميرا بتاعتك انت ممكن تعمل لها هنا يعني دي اه انت ممكن طبعا انت اقول ما بتبدأ البرنامج هيبقى بالشكل ده كده انت على كده نرجعه احنا ممكن يجينا في اللي اوت واعمل له بصو ده اللي انت اول ما بتبدأ بتلاقي البرنامج فيه ايه بالشكل ده كده السين ده اللي هو المشهد بتاعك الجيم ده اللي هو الكاميرا يعني الكاميرا دي هتشايف ايه قدامها هي طب دي اللي احنا نتعمل معها لو ضغط دابل كليك كده هيروح للكاميرا وفي عندك برضو ضوء بها كده طيب انا دلوقتي لو الكاميرا دي انا عاوز اشوفها هي يعني هي بتشوف ايه انت ممكن تاخد اللي هي الكاميرا اللي في جنبي دي وتحطها مسلا في ايه مكان في جنبي هنا كده ايه بحيس انك انت تبقى اول ما اتحرك الكاميرا دي تبقى شايف ايه اللي قدامها هنشوف الكلام ده دلوقتي طيب لو انت عاوز اه ترجع الدنيا دي زي ما كانت هتيجي هنا زي ما اتفقنا اه في اللي اوت هجميل كده ونعملها ايه فيرجع لك كل حاجة زي ما كانت طيب اه عندك كمان لو انت مسلا ضغطت على الكاميرا دي ديت الخصائص بتاعتها شوفي ده عامل ايه الكلام ده عامل ايه المكان بتاع ممكن تغير المكان زي ما انت عاوز الكلام ده كله طيب بتاعت عندك ملفات المشروع ايه وديت السين اللي انت ممكن تعملها او اللي انت هتستخدمها كلها هنا طيب عندنا ايه كمان تاني اه عندك اللي هو الادوات اللي فوق دي ديت عشان تحرك كده طيب ديت عشان تعمل يعني ممكن حرك كده الكاميرا لقدام او لفوق او هنا ممكن يعني تغيرها برضو من هنا اللي ممكن برضو تعملها روتيشا من هنا يعني انت فهم ممكن تخليها بصوا شوفوا يعني انتم ملاحظين هنا الكاميرا لما هي ببص لفوق انت كده دي الشاشة اللي قدامك فانت ممكن تغير فيها زي ما انت زي ما انت عاوزين طيب العاوز ترجع تاني تب تعالى كده نبدأ مسلا نشوف احنا ممكن نعمل ايه بالدنيا دي كلها طيب انا دلوقتي لو انا عاوز الف الدنيا دي قلت لك وايه ويعيش مع حياتك كده ايه فاحنا هنا ممكن اه في الهيارة كدهات ممكن نضيف ولا يكون ان احنا هنتعامل معا فهنا مسلا ممكن اروح اعمل اه مسلا ممكن اجيب له مكعب فهو دلوقتي تعالى كده نبص للمكعب ده المكعب ده عندك اهو طيب انا لو عاوز اروح للمكعب ده انت ممكن تضغط عليه ضغطة وتتأكد انك انت في في السين دي وتضغط اف اف ديت بيعمل فوكاس عليه يعني بص اف كده اللي هو بيعمل لك فوكاس على ده طيب عاوز تبقى ممكن تبقى تبقى مين بالموز زي ما انت عاوز طيب واجاب لك ديت لايه لانك انت اخر مرة كنت واقف عند ممكن تمسك دي كده دي طبعا دي كده ان انت ممكن تحرك ده طيب عاوزو ان نحركه بقى ده كده الساهم الادراء يودي هنا ده يودي دي الفوق ده يودي كده اهو كده براحتك بقى انت شوف انت بتزبطها ازاي بتزبطها بالاحدثية دي طيب الكاميرا دي بص دي الكاميرا بتاعته يعني لو دلوقتي دي الكاميرا فانا عاوز مسلا لو انا حركت ده كده بص هتلاقي غالبا ان هو جي قدام الكاميرا ايه فبالكاميرا دي كل شوية بتروح وتيجي انا عاوز اثبتها في الجام ديت اللي هي الشكل بتاعها انت ممكن تسحبه وتحطه في جنب كده طيب بحيز ايه بقى ان انا لو انا حركت ده كده انت ممكن تحركه بصه هيجي قدام مين قدام الكاميرا اللي عندك طيب ده كده بتاعنا اللي هو المكعب ده طيب فانت في ممكن تلاقي علامة اللي هو لو ضغطت عليها مش يحصل اي حاجة لان احنا لسه ما كتبناش اي اكشن للمكعب ده والوبجيكت ده عنده طيب يبقى احنا كده دلوقتي اول حاجة فهمناها المكونات بتاعت البرنامج واكيد انت الكلام ده برضو تقالك في ساكاشن تاني بس الاختلاف هنا ان احنا بنتعامل مع سري دي فانت هنا هيبقى عندك الوبجيكت اللي انت هيتعامل معي يعني احنا دلوقتي عندنا تحت حاجات عندنا المكعب وعندنا الضوء وعندنا مين الكاميرا لما بتضغط عليها بيروح لها كده طيب لو انا عاوز اقرب منها اف بقى فوكس طيب احنا ممكن نغير في الخصائص بتاع الوبجيكت ده اكيد طبعا هي في جنبها ممكن تلاقي الخصائص دي كلها يعني انت مسلا اه ده اللي هو الحجم يعني احنا ممكن نعمل كده زي يعني مسلا ده كده خمستاشر او تمام او ممكن نخلي عشرة او مسلا ممكن نخلي خمسة كده وهنا مسلا كامي خلي واحد وتزد عشرة شكل ده كده طب عاوزين نحركه استخدم دي اللي ازرق ده هيحركه لك لهنا بص كده مش ملاحس حاجة انه دي الكاميرا بتاعتنا اه ممكن بنت اتحرك الكاميرا لفوق كده تمام ودي كده طيب وبرضه ممكن تعمل للكاميرا من هنا يعني بص الكاميرا انت ممكن تنزلها كده تبقى بشكل ايه افوك يعني طيب الكلام ده احنا ممكن كده نزبطه ليه انت لو بصيت كده لو عملت هناك يعني كبر للدنيا دي بص ده كده احنا ممكن نعملها لعبة يعني ايه لعبة وليكن مسلا طريق وفي واحد بيجري هنا ايه فانت بقى انت ممكن تحدد فكرة اللعبة اللي انت عاوزها من دلوقتي فده مسلا يبقى طريق وفي بقى مسلا حاجز هنا او ايه حاجة اه وفي حد بيجري لما تضغط مصطرة يرط ينطي على الحاجز من اعمل الحاجز ده وكل شوية يدي له ايه يدي له اسكول ايه طيب نرجع تاني ازاي نشيل دي هنرجع تاني كده طيب كلي طبعا ده اللي بتحكم في مين انت عندك بقى الكاميرا دلوقتي زبطنا الكاميرا على مين على على الدنيا دي ايه تاني يبقى انا كل اللي انا عملته انا اوبجيكت اهو اسمه ايه اسمه كيوب اه الاوبجيكت ده انا غيرت في المساحة باحته بحيس انه هو يكون مستطيل عندي كده بحيس اللي انا قدر اتعامل ايه اتعامل معي طيب اه تعال كده ده كده مسلا كان اول جزء اه تعال برضو ممكن نحط هنا اوبجيكت كده ونحركه ونشوف الدنيا ايه احنا كده مبدئيا احنا عملنا كام اه كيوب ها وصعب انت برضو ممكن تيجي هنا اه تقول له ايه ونجيب كيوب تاني بص ده الكيوب التاني طب عاوزين نحركه بقى اول حاجة تتأكد ان انت على الكيوب ده وعلى فكرة ده انت ممكن نعمله مثلا نخليه بطير او اي حاجة ايه ده اللعب اللي هيجري اطلع ده الفوق كده وتمشي كده يعني هو لا كده احنا نماشيينه كده دي الواتصة احنا ممكن نزباطها كده ايه كاميرا دي تيجي كده شوية طيب ده كده بتاعنا هو طيب واحد يقولي طيب من هنا طيب انا لو عاوز اتغير الحجم بتاعهم في عندك اللي هو اه هنا مثلا انت ممكن تغير الحجم بتاعهم من مين آآ من الادة بتاعة الاسكيل طول دي يعني هنا كده الحجم بتاعه ممكن نخليه كده مثلا سوى غير شوية كده طيب واحد يقولي طبعا باش ماندرس معلش بس طب هنا اللون هنا ابيض ولون هنا ابيض فانا مش شايف اكيد انت هتلاقي الكلام ده كله من الخصائص اللي هنا تمام طيب الخصائص ذات احنا عاوزين نغير مسلا اللون او اي حاجة فانت ممكن تيجي هنا ديتك برضو بتاعته هيجي بقولك بتاعه النوع بتاعه هيبقى كيوب طبعا نوعه آآ يعني وهنتكلم على الحتة ديت كمان شوية طيب فاحنا دلوقتي كده هيبقى عندنا كم الدنيا دي يعني ده ده وده احنا هنا تحت انت عندك كل حاجات في المشروع بتاعه فانا دلوقتي لو انا عاوز مسلا اغير لون او او اي حاجة ممكن تيجي نعمل هنا كريت كليك طيب بصوا كده آآ طبعا احنا هنا عاوزين اغير لون بتاعه فانت هاد يجي هنا انا ضغط كليك امين كريت آآ واندور على متيريال طيب انت هنا بتعمل زي آآ زي مسلا كبيرة كده كل الاوبشيكتات ديت هيتطبع عليها الكلام ده كله طب احنا هنا ممكن تيجي تختار اللون اللي انت عاوزه وليكن احمر تمام بص كده سيدي لو انت سحبت ده بص انت هنا ممكن تغير اللي تحت او اللي فوف احنا ممكن نغير مين آآ اللي تحت مسلا اه فاكده الدنيا دي كلها متطبع على مين على الدنيا دي كلها تمام دي الكاميرا برضو انت ممكن تزبط اه طيب بص اسي دي ده كده اتنين او انا لو عملت ران دلوقت ايه اللي هيحصل عندي مش هيحصل اي حاجة ليه ان انت حضرتك ما مدتلوش اكشن او مكتبتلوش كوت آآ انه هو آآ ينفز اكشن معين او حاجة معين طيب الكلام ده احنا ممكن نعملها ازاي من اللي تحت دي آآ ندي له كده شوية حاجات كده فيزيائية يطبقها دي السقوط الحر والدنيا دي كلها طيب انا هنا ممكن ايجي على ده طيب ده بتاعي في تحت هنا عندك حاجة اسمها طيب انت ممكن تروح اللي دحت عندك هنا وندور على الفيزيكس طيب الفيزيكس ديت انت ممكن تختار فيها دي لو انت طبقتها هيخلي ده زيين زي سقوط حرجة دي يعني بص اه يعني هو هنا وبعد كده ايه واقع احنا ممكن نطلعه في شوية كمان هو يبقى كده تمام يعني انت حتى بص لو انت عملت دي ماكسي موليوز اه حتى هو بيتحرك هنا تقول لي انا لو عملت روتيت هيتعمل طيب كده نشوف انا ممكن هنا نيجي من الادة دي بصو بحاول اعمله روتيت كده من المنظر ده بصو لانا عملت له واسخوط حور ربع اللي يحصل فهو يقع كده طيب فرضا دلوقتي احنا عاوزين مسلا نعمل اكتر من فانت هنا ممكن تعمل آآ برضو وتشوف اللي انت عاوزه طب انت ممكن تيجي هنا وتعمل كنترول دي كنترول دي جاية من كلمة يعني انت هتقرر الكلام ده كم مرة آآ مرتين يعني بصو كده انا كده انا عمله كده كم مرة مرتين فانت هنا في هنا عندي اتنين خلي بالك احنا هنا ممكن على الرجل ده كده تانية كده ده كمان دمت كده اتنين عاو فاحنا بكل بساطة نعم 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 ن كده نسبة. هزيل نحرك ده. فهنجيبه هنا. وليكن هنجيب ده فوق كده نسبة. طبعا طالما انت عملت فهيه اللي متطبقه هنا اتطبق على كله. فبص كده. لو احنا عملنا هتلاقي انه هم الاتنين كده ايه? وقعه كده عربعه دي. طيب انت هنا اصلا في عندك شوية خصائص. طيب. في عندك حاجة برضو مش ده دي. لو انت شلتها. هو كأنه يعني هو موجود. بس هو في مش ايه? مش موجود يعني بص. هو هنا ده لا بس. والتاني هنا بس واحد كأنه مش موجودة. عندك ايه كمان? تعال نشوف كده. هنا خلاص دي تمام. آآ وليكن انت ممكن اصلا يعني هو الشكل هنا ده كيوبسة. اشنا ممكن نخلي ايه? نخلي اي رسمة تانية. يعني مسلا ممكن سفير هنا. بتعمل يعني. بس خلي بالك بقنا. انت هنا لما حد هنا نلاحظ حاجة. هتقول لي مش المفروض الكرة دي لما تغبط ده تنزل كده. هقولك بالزبط. ليه? ان انت حضرتك. آآ متعامل او معامل الكرة دي كأنها بوكس. بوكس يعني انت هتعامل معاملة السندوق. فانت انا ممكن تيجي تعمل ريموف كومبولنت اللي والبوكس ده خالص. وتعمل اللي هي ايه? اللي هي سفيري يعني. يعني اللي هي كرة ايه. كده بصوا. دنيانة تختلف شوية بقى. بوص لو احنا عملنا هنا رانو. تعال كده نعمل ماكسيمواليز. بنعمل كده رانو. ثانية احدى عشان ما اتطباش. اه ها ما اتطباش. هنا. احنا طبعا عشان احنا ما اتطباش ايه او بشي. رموف كومبولنت. شونا احنا كنا بالرانو. دلوقتي اتعملت معاملة مين? في الكورة ايه. فلما اتخبط بقى تبضل تمشي لحد ما ايه. بتقع عندي. طب واحد يجي يقول لي طب احنا ممكن نعدل الدنيا برضو في الكاميرا والدنيا دي اقول لك اه. على حسب بقى انت مثلا ده. بتي الرؤية بتاعتنا ايه. طب تزبط الكاميرا بقى على حسب اللي انت عاوزه. طيب ممكن اصلا تشوف حوار يعني انت انا ممكن تخليها ايه كده. كنت بتغير على حسب الشكل اللي انت عاوزه ايه. والي يكون الشكل ده. فهي كده. دي اتلقى كده. الكورة لما خوزت كده في الايه? في المكعب هتبضل تمشي لحد ما ايه? ما تطلع بره. تمام? طيب ده كده كان اول جزء. انت هنا برضه ممكن تعمل فايل. اه. وتسايا في الكلام ده كله. يعني انكم اعمل هنا فايل سيف. وهو يحفظ لك السين بتاعك ده عشان لو انت جينا نمرجة نكامل عليه قويحة. فانت انا هتطلوب منك انك انت اتطبق الدنيا دي وتحاول بقى تشوف انت ممكن تعمل لعبة ايه? انت ممكن تعمل هنا زي طريق طويل كده. في اكتر من تحاول تلعب. او ممكن تعمل باليارد برضو. يعني مستطيل زي ده كده. تحط هنا كور بحيس انك انت لما تديها اكشن لما كورة تقبط في كورة. ايه الكورة دي قد بتروح وتقود وترجع وهكذا يعني. فانت الناس تبدأ كده تفكر في لعبة معنا. والناس تحاول تشد كده لان غالبا يعني في جوز من الدرجات كبير اوي جدا. لعبة دي. عشين درجة ايه. او اكتر كمان. فالناس تشد كده ايه. تمام. ده كده كان كان اول بس سيكشن في السري دي. الناس تحاول تطبقوا كده وتحضر في الساكاشن. طبقوا تاني برضو في الساكاشن مع بعض. ولو في ايه حاجة انا معكم. توفيق.